بحسب هذا البيان القوات المسلحة تقوم بتسليم تنسير عملية الكهات كانت تلك اخر تصريحات رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد هارون قبيل ساعات فقط من الاطاحة بالبشير ونظامه فالرجل الان يقبع في سجن كوبر بالخرطوم بعد اعلان المجلس العسكري الانتقالي اعتقاله رفقة رموز الصف الاول للنظام السابق مساء السبت ابرزهم النائب الاول السابق علي عثمان محمد طه ومساعد البشير السابق نافع لنافع ووزير النفط السابق عوض احمد الجاز اضافة للامين العام الحركة الاسلامية هزبير احمد الحسن ورئيس البرلمان السابق احمد ابراهيم الطاهر خطوة لقيت ترحيبا كبيرا من الشارع السوداني دفعت بناشطين لتداول مقاطع لتصريحات بعض تلك الرموز التي اصفت بالمستفزة للمطالبين بالتغيير هناك كتائب ظل كاملة يعرفونها تدابع عن هذا النظام حتى اذا اقتضى الامر التضحيط الروح كما اتحبوا بضراع با الا ضراعا قوي كذلك يهز ضراعا ولا اختبر ضرعا وبالتزامن مع الاعتقالات اصدر المجلس العسكري قرارا باحالة كل الضباط برتبة فريق بجهاز الامن والمخابرات الوطنية للتقاعد وذلك في اطار خطة اعادة هيكلة وتنظيم الجهاز كما اعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير ان منظمي الاحتجاجات اتفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات للاتفاق على حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية للسلطة من الجيش وفق ترتيبات سلمية احمد الهادي العربية